النمسا تعرقل التصويت حول انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة الشينجن دراسة توضح أن أبناء المهاجرين مستوهم التعليمي منخفض وفاة شرطين بعد اصطدام سيارته بسيارة إسعاف السجن المؤبد لنمساوية قتل صديقته لأنها أرادت الانفصال عنه رفض جنسية امرأة نمساوية بسبب سوء فهم ووفاة طفلة دهسا أثناء ذهابها إلى المدرسة تحية طيبة إليكم النشر بالتفصيل على النمسا ميديا وفي خبرنا الأول أصر وزير الداخلية نمساوي كيرهارد كارنر على عدم انضمام رومانيا وبلغاريا لمنطقة شينجن حيث يصر على تحسين منطقة الشينجن الحالية قبل التوسع وقال كارنر يجب أن تصبح شينجن أفضل وليس أكبر وبالتالي لا أرى أي تقدما كبيرا حتى الآن لذلك لا أستطيع أن أتخيل أي تغيير الآن وتستند مواقف النمسا ودول أوروبية أخرى على زيادة الهجرة غير الشرعية وتطبيق قوانين الحدود حيث تدعو النمسا لتأمين الحدود الخارجية لتعزيز نجاح منطقة شينجن ولذلك تعثر التصويت في اجتماع بروكسل حول انضمام رومانيا وبلغاريا أظهرت دراسة جديدة لبرنامج التقييم الدولي للطلاب بيزا تأثير الدخل والأصل على أداء الطلاب في النمسا حيث يؤثر الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير وبيّنت الدراسة أن الفجوة تبقى بين الطلاب النمساويين وأقرانهم الأجانب مشكلة مستمرة حيث يحقق الطلاب من الطبقات الاجتماعية الأعلى نتائج أفضل واختبر حوالي 6200 طالبا وطالبة يبلغون من العمر ما بين 15 إلى 16 عاما في مواضيع القراءة والرياضيات والعلوم الطبيعية وذلك في أكثر من 300 مدرسة مختلفة في النمسا توفي ضابط شرطة نمساوي في فيينا بعد أن اصطدمت سيارة الخدمة بسيارة إسعاف في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي ووقع الحادث عند تقاطع عدة شوارع في الحيء الخامس عشر في فيينا حيث كانت سيارة الشرطة في حالة التفاف وأثناء عبورها للتقاطع اصطدمت بسيارة إسعاف وتعرض الضابط لإصابات بليغة ونقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد عشرة أيام فيما أصيب الأشخاص في سيارة الإسعاف بإصابات طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى حكمت محكمة في اليوبن في جتيامارك بالسجن عشرين عاما على شاب أدين بقتل صديقته التي كانت زوجته قبل أن ينفصل والتسبب بحادث سيارة بنية الانتحار واعترف المتهم بجريمته أمام المحكمة وكان الطرفان يعرفان بعضهما منذ الطفولة في كيرنتن ثم تزوج في العام عشرين وواحد وعشرين وانتقل معا إلى اشتيار العليا حيث كانت عائلتها تدير مطعما هناك ثم انفصلت عنه قبل بضعة أيام من الجريمة لكنهما استمر في العيش معا ورفض المتهم الدعاء الانفصال أمام المحكمة مؤكدا أنهم تصالحوا لكنه اعترف بحدوث شجار بينهما ليلة الجريمة تفاجأت شابة سورية برفض طلب حصولها على الجنسية النمساوية رغم اعتقادها بأنها أوفت بكل الشروط المطلوبة وقدمت الشابة من ألمانيا بعد أن تزوجت لتعيش في تيرول منذ العام عشرين سبعة عشر ورغم اجتيازها الاختبار اللغة بيتس باي والقبول في جامعة إنسبروك بقسم الهندسة تفاجأت بالقرار وبررت السلطات بأن هناك سوء فهم حول شروط الإقامة الخاصة بها وذلك رغم حصولها على جواز اللجوء الرمادية ولكن لم يتم التعرف على وضعها كلاجئة وبالتالي يجب أن تحصل على إقامة روت بايس روت وفي خبرنا الأخير توفيت طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاما أثناء ذهابها للمدرسة صدمتها سيارة يقودها الشاب يبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما في مولفيرتل في النمسا العليا وقع الحادث قرب منزلها ما أدى لوفاتها على الفور حيث كانت تحاول عبور الطريق للوصول للحافلة التي تقلها للمدرسة وكان السائق يتجه في الاتجاه المعاكس وبالرغم من محاولات الإسعاف لم يكن هناك أي فرصة لإنقاذها وكان السائق واعيا واختبار الكحول كان سلبيا ما أدى لإصابته بصدمة فيما تواصل الشرطة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث نهاية النشرة أشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق إنفوغراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات اللاحقة أمس يا سعيدة بأمان الله اشتركوا في القناة